بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله كيف كنت طلاب وطالبات الصف التاسع ان شاء الله اليوم فيديو تبعين راح يكون على القرامر اللي هو relative pronouns تكمية لما انهينا به المرة الماضية اللي هو صفحة 11 و 12 الوحدة الثانية الدرس الاول بينا القوائل اللي بصفحة 11 و 12 والفقرات شرحناه وترجمناهن زاد حطينا اسئلة اللي قدرنا نطلع منها اسئلة لانهن فقرات بسيطة جدا والاساثة والمعلمات عادة يعني يطلب يجيبوا اسئلة بامتحانات او فقرات تكون عليها اسئلة كتير ممكن واحد يجي منها اما هاي الفقرة ممكن يجي منها كنظام فقط او grammar من صفحة 13 اليوم نبلش دغري بدرسنا اللي هو grammar relative pronouns ضمائر الوصب طبعا نترك صفحة الكتاب راح نروح عمجلد ال pdf اللي امامكم الان بالصورة اه جيب ورقة وقلم وركز معاي درس بسيط الناس تخربط بي وتنعجق بي لكن يعني ان شاء الله مبسط بطريقة يعني راح تفهموها بشكل direct او direct مباشر جدا طبعا direct تنقرب الجهتين direct او direct فااااا اه جاهزوا حالك وعشان ان بلش بالفيديو جيب اغراضك قلم ودفترك يعني القلم والورقة ضروريات عشان تحط النوت او تسوي secret shot قليلا براحتك الآن لدينا المطالبين بالكتاب لدينا خمسة ذاته ووز المطالبين بالكتاب حتى في نهاية الكتاب موجودات فقط هذول لدينا ذاته هي نفسها ذاتها ثانية ووز هي ثلاثة ووز هي أربعة ووز هي خمسة هذا اللي انتم مطالبين بالكتاب طبعاً هنا ووز وفي عندنا كمان هوم ووين انا مضلل عليهم وهم موجودات كظمائر وصل لكن بالكتاب ما قالهم ذكر فما راح اشرحكم اياهن راح اشرحهم بعد ما اخلص شرح الفقرات ارجع يعيد عليهم لون وهم للي حاب يعرف راح اوضح امتى بل لا ابلش به اما بس ابلش نفسه بالمطالبين بهن يقول لك القليل منكم من يعرف استعمال كل ضمير وصل على احدها ذلك سوف اقوم بشرح استعمالات كل ضمير وصل بكل بساطة وكالعادة لنبدأ بمحاور الدرس والتي هي كالتالي اول محور معنى اللي هو انه هو ويتش ذات هوز اللي عليهم اكس انسى موضوع هو معناها من ويتش معناها الذي او التي ذات ذلك وير معناها للمكان تستخدم اين معناها هوز معناها اولائك طبعا كل هنا ذول اللي شايفين معناهن اللي بالعربي بالعامية بلغة الشوارع معناها اللي معناها اللي متى نستعملهو نستعملهو عندما تكون الجملة تتحدث عن انسان يعني لما نكون نحكي عن بني ادم او عن شخص سوء كان ذكره وانثه طفل او شاب او عجوز المهم يكون انسان نستخدم نحكي عن انسان لازم نستخدم ضمير الوصل هو كيف يعني يا استاذ عندنا مثال this is the man who visited me يستردي هذا هو الرجل الذي زارني البارح او هذا الرجل اللي زارني مبارح فهو اجت معنى اللي يعني انا ادي اوضح ودي اصل الجملتين ببعض انا ممكن اشيل هو يستاذ ومعادي يعني ما صار عندي مشكلة this is the man هذا الرجل اللي اجت معنى او هذا الرجل اللي اجت معنى انا مبدأي انقلت لحالي اللي لكن انت كمتحدث لغة انجليزية لو تحكي هذا الجملة لواحد رسمي native speakers يعني هو اصلا يحكي انجليزي امريكي او بريطاني او بغض النظر راح يفهم عليك الجملة لكن يعرف انك انت لغتك ركيكة يعني انك انت متعلم جديد للغة يعني ينفهم عليك لكن grammatical غلط نحويا غلط فلازم نحط ضماء الوصل نرتب الجملة يعني نصوي لهيش ترتيب الجملة من ترتيب الجملة اللي هو تستخدم مع الرجل او مع المرأة او مع الانسان بشكل عام ولازم اجبار اجبار يجي وراها فيرب شو يعني فيرب اللي هو ينتهي او من الافعال الشادة اذا متعرف شو يعني فيرب لازم تعرف شو يعني فيرب اسأل او حاول تعرف لانه مصيبة صفاكتاس ومتعرف شو يعني فيرب او سبجكت السبجكت استاذي اللي هو الفاعل مثل اي هي شي ات او يكون اسم مثلا محمد علي سارة فاعل اسم فاعل او ضمير فاعل هو هي وشي و ات الفعل اللي هو اللي ينتهي ب اي دي او يكون من الافعال الشادة من نهاية الكتاب مثل اللي هو اسم هذا هو الفتى اللذي او اللي قابلني اسبوع الماضي هذا الشاب اللي لعبت مع اسبوع الماضي هذا اللي كذا فهو معناها اللي فلازم نضبط بها الجملة نحطه بدل اي جملة ثانية مثل هوز وغيرها هو لانو نحكي عن بني ادم عن بشري حط هاي عندك ملاحظة نستعمل هو عندما تكون الجملة تحدث عن انسان مثال اخير that is the women who loved me honestly تلك هي المرأة التي احبتني بصدق ممكن غير women حطه امان عادي انت او غير الاول اللي هي لكن بمعناه يدل على انسان تلك هي المرأة التي احبتني بصدق مثلا على سبيل المثال فهو لاني عندي women women معناها امرأة man معناها الرجل boy معناها فتى فكل هن ذول ايش معناهن انسان human beings جنس بشري اتوقع لثلاث امثلة كافيات كشرح احسان راح نحل امثلة من الكتاب لكن كشرح اتوقع انه وسط المعلومة اللي هي لما يكون عندي اسم بني ادم استخدمي لها هو هوم انسان موضوعها من مكتوب معكو بالكتاب نخلي اكسها عليها متى نستعمل ويتش متى نستعمل ويتش هاي الاولى خلصنا منه هو ويتش امتى نستعملها ويتش بالنسبة لويتش فاننا نستعملها فقط مع الحيوان والاشياء يعني opposite عكس الهو عكس الهو بعن انسان ويتش مع الحيوان والاشياء كيف اشياء يعني جماد طاولة سيارة كرسي يعني اشي جماد حياط حيوان اسماء الحيوانات يعني بس كلب عصفور اللي هو يكون حيوان يعني عكس الهو امثل على ذلك this is the book which i read this is the book which i read هذا هو الكتاب الذي اريده ان اقرأ او الذي قرأته او الذي قاعد اقراه يعني this is the book عندي book طبعا دايما اني ضمار الوصل الويتش والهو طولة يجن اا بعد الا اا بعد الاسياء بعد الصفة او بعد الاشيي اني انا استخدمتها الو يعني وعندي the book وعندي فراغ وعندي i read وحطو لك فراغات which who that او غير ذات عشان متخدم which who ومثلا where ما عندي انا which هان تمام مغطية which مغطيها اسا ليش مغطيها which مغطية وعندي this is the book فراغ i read وحطي لك خيارين which وهو شودك تختار تختار which ليش تختار which لانو book جماعت اللي هو شيء things اشياء مش بني ادم that is the cat تلك البسة او القطة او الهرة which i love التي انا احبها او يعني اميل الها يعني احب ربي البسة اسا مثلا which استخدمناها لانو cat حيوان وحنا قلنا which تأتي للحيوان والاشياء مثال ثالث the pen القلم which next to you is mine القلم الذي بجانبك انه يخصني او بيب العالمية القلم اللي بجنبك هذا الي او القلم اللي معك الي تمام which معناها الي او اللي او الذي او التي اللي بجنبك الي القلم اللي بجنبك الي فالفرق واضح جدا انه which للانسان والحيوان والاشياء وهو تستخدم للانسان حصرا طيب متى نستعمل ذات متى نستعمل ذات ذات معناها ذلك او تلك بالنسبة للذات فانها تستعمل مع الانسان ومع الحيوان والاشياء يعني ذات تيجي بدل which وبدل ايش وبدل هو يعني هاي تحل المشكلة هاي تحل المشكلة حسيت حالك انك تكتب مقال وخلنا نفرض انك مثلا انعجقت وقلت هو ولا which ولكذا حط ذات ونسى الموضوع ذات تفي بالغرضين ذات تفي بالغرضين بشكل مبسط this is the man who visited me yesterday نفس المثال لفوق نقدر نستبدل هو بذات this is the man نفس الشي that visited me yesterday نفس الجملة لكن بدل هو حطينا ذات اذا ذات تحل محل which ومحل هو ذات تأتي محلة which ومحلة هو وجملة صحيحة في كلتها الحالتين the pin which next to you is mine القلم اللي بجنبك قلنا ايش الي نقدر نقول the pin that نفس نفس which بس حطينا ذات بدل الوج حطينا ذات next next to next you is mine هنا في كلمة to فيقول لك الجملة صحيحة في كتر حالتين يعني اللي نستفيدو حط الملاحظة الثالثة that تأتي باستعمال الانسان والحيوان وتحل محلة هو محلة which هاي ملاحظة لازم تكتبها انه ذات تحل محل which ومحل هو الآن طار شر الثلاثة ظل ثنتين يعني انت اذا فهمت الثلاثة اللي فوق ظل ثنتين سهلات جدا 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 refresh سريع اللي خربط هو للانسان هو للانسان which للحيوان والاشياء that للهنثنتين يعني هذا بشكل ابسط منيك ما تلاقي الآن عندنا اللي قبل الأخيرة اللي قبل الأخيرة اللي هي where where تأتي بمعنى اين او تأتي بمعنى المكان وين كنت بالنسبة لي where فاين تستعمل مع المكان ومعناها في هذا الدرس لا يعني اين حس بشكل عام معناها اين معناها هان ايش المكان اللي كنت به او المكان اللذي كانت به الحادثة فwhere هان معناها الذي المكان اللذي موش المكان اللي حاله ولا اين اللي حاله المكان اللذي اين هاي بشكل عام بشكل خاص بال relative pronouns بالدرسنا اليوم اللي هو معناها المكان اللذي او المكان اللي صارت به بالعامية المكان اللي وين بالمكان اللي كذا الأمثلة اللي معنا اليوم that is the house where I live ذلك والمكان الذي اقطن فيه او الذي اعيش فيه house مكان بيت مدام هو مكان نستخدم where بكل بساطة يعني عندنا ذي هيك مثلا خلنا نمشي عن مبدأ ضعفة املأ الفراغ او دوائه عندنا جملة that is the house فراغ I live ذلك هو المكان الذي اقطن فيه وحطولك فراغ وحطولك من الخيارات where وحطولك وين انت ما تعرف عن هايش اصلا وحطولك مثلا which وحطولك which شودك تجاوب ترجع للكلمة اللي قبل الفراغ الكلمة اللي قبل الفراغ قبل الفراغ عندي the house that is the house house شو معناها؟ معناها بيت طيب يا سيد يا استاذ انا ماعرف شو ان house معناها بيت ماعرف معاني طيب اطل انو هذا الاشي اللي قبل القبل الفراغ اسم بني ادم اسم حيوان مو اسم بيت ولا حيوان اسم مكان طيب تقولي استاذة البيت جماعت لاش محطوش which للشيء الجماعت او للحيوان اما في كلمة خاصة مثلا الهاوس مكان اكثر من هو شيء. الهاوس مكان اكثر من هو شيء يعني هو اشي تستفيد منه. او شيء اا يعني نحط له وير افضل واحسن. يعني وير تجي محله افضل. فنحط وير بشكل طبيعي. لانه هاوس بدلاها هاوس مثلا قاردن بارك سكول اا اي اشي مكان يصير به اشي او مكان كبير ينحط ايش وير. مثلا اا محطة اا سنتر مركز اا سنتر اا ميديكال مثلا اي اشي اشي مكان او مركز طبي مركز اا شرطة حديقة متنزه كله ايش مكان هذي يسمى فاي نحط ايش وير للمكان نحط وير. مثال ثاني ايوجوالي فوركت وير اي بوت مايكيز يقول لك عادة ما انس المكان اللي يضع فيه مفاتيحي. عادة انسى فوركت اي بوت مايكيز عادة ما انس المكان اللي يقول انا عادة انسى ايش. وين احط يعني الواحد لما يحط شغل وين يحطها بالهوى. راي حطها عطاولة راي حطها عرف راي حطها عالارض. فاذا الارض او الطاولة او الرف هذا مكان. تم وضع به شيء معين. فاذا نستخدم. وير. شيفنا اي بوت معناها اضع مايكيز يعني فيه ايش يودي نحط على ايش. ايش اللي نحط عليه اسمه ايش مكان. فاذا الضمير الوصل المناسب والصحيح اللي هو وير. اذا خلصنا الان من الرابعة اللي هي وير للمكان. اي جملة بيها مكان عندي قبل الفراغ اضع بيها اه ضمير الوصل وير. وين انسوا الموضوع وين هي عكس وير للزمان. يعني بسيكي سريع سيفن بي ام. وقت ما نقول عالساعة سبعة بالليل. وين اي ويكب انا اه عفوا الصبح. الساعة السابعة صباحا الوقت التي استيقظ فيه. فاذا وين محل لزمان. فانت انسوا الموضوعها شو مبدايا. هوز وهي اخر كلمة معنا اليوم. اعنا حكينا عن هو للانسان. ويتش للمكان. عفوا ويتش للأشياء وللحيوان. وذات تأتي لهو ويتش مع بعض. وعنا وير الرابع اللي هي للمكان. وهوز اللي ويدها تركيز للملكية. شو يعني ملكية. يعني دي املك شغلة لصاحبها. ودي املك شغلة لصاحبها. استمعى الهوز هو للملكية. ملكية بوسيسيف يعني امثي على ذلك. this is the man whose phone was lost. هاذا هو الرجل الذي هاتفه فقد. هاذا هو الرجل. طب عندي استاذ the man هانا. ليش محطيت هو. طيب صحيح استاذ. بس انا ودي املك. اطل لبعد الفراغ. عندي شيء was lost. شيء كان ضايع. تليفون كان ضايع. فااذا هو لهذا الرجل. this is the man whose phone was lost. هاذا هو الرجل الذي هاتفه فقد. هاذا هو الرجل الذي هاتفه فقد. فااذا هو الرجل الذي هاتفه فقد. فااذا الجواب الصحيح لهوز. لاني ودي املك التليفون لالبني ادم هاض. فقد نرضي شو اسمه. بس عندي مان رجل. فاستخدم لهاوز. هوز. that is person. بني ادم يعني عليك. whose hat is blue is my brother. ذلك الشخص الذي قبضه زرقاء اخي. يعني قد اشر على واحد لابس ازرق هذا ايش يصير اخوي. فااذا انا ملكت. او يعني صار في ضمير ملكية. انا ديقول الشاب اللي معه اللابس ازرق. ما هو في واحد لابس ازرق و احد لابس احمر. لا انا قصد الازرق هذا اخوي. فااذا ايش اسمه ضمير ملكية. فضمير ملكية نستخدم لهوز. هذا هو درس ال relative pronouns كامل. لصف التاسم. يعني هذا هو اللي انت محتاجه. هوز للملكية. لما قدي املك شغلة لشيء معين لبني ادم. احط هوز. وين نهاي قلنا للزمان. للي حاب يعرفها. وير للمكان. لما يكون عندي قبل الفراغ مكان. احط وير. house, garden, school. اشي يدل على مكان. احط وير. ذات انسان وحيوان اللي هي محله ومحل which قلنا. which اللي هي للحيوان والاشياء وكمان تنوب عنها ذات. وعنه هو اللي هي للانسان ادنوب عنها كمان ذات. اذا درسك اليوم هو مكتوب خمس كلمات لكن هو فعلي ايش ثلاث كلمات. لانه هو which وذات تعتبر وحدة. يعني شغلة وحدة. هو للانسان ووش للحيوان والشيء وذات الهن الثنتين. وهم او عرفوا هوز. او وير للمكان وهوز. للملكية. هذا بشكل اه مبسط جدا 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 جدا. الان راح نروح على كتابكو. اه ونحل ايش. الامثلة المطلوبة منكو. طيب الان نحن نفتح على صفحة. على صفحة ثلاثة عشر. نفتح على صفحة ثلاثة عشر. طبعا لازم تكون فاهم اللي شرحناه قبل شوي. عندنا يقول لك read the paragraph اللي هو الفقرة. circle that who which whose and where and underline the relative closes. يقول لك اقرأ الفقرة اللي تحتينا هذة اللي هي من خمسة عشر مكونة. يقول لكو حط دايرة circle على الكلمات هذول الذات والwho والwhich والwho's والwhere. يعني اللي خدناها نقبو شوي. يعني لما شوف وحدة منها نحط عليها الدايرة. تمام زي ما مبين قدميك. وحط خط تحت الجملة اللي عادت عليها. او اللي ربطت اه ربطتهم ببعض. اقرأ الفقرة انت خلال خمس دقائق هيك كراها مع حالك. ويرجع شوف الاجابات. طيب زي مبين قدميك الان بالاجابة. اللي بالبوكس الازرق هذا. اه. عنا نص احنا او براقراف زي ما قلنا. اللي هي معكو بكتاب هاي شكلها. الان احنا نروح على الحل. اللي بدليل المعلم. قالي الفقرة. حاط عندي دائرة على ذات. ذات قلنا تدل على ايش. يا انسان. يا حيوان. يا شي. عندنا الثلاث. طياذن. يقول لك. The charity shop is a shop that belongs to a charity. يقول لك. اه. المتجر الخير هو متجر تابع لمنظمة خيرية. منظمة تابع. تابع الى. belongs to charity. فمنظمة خيرية هي شيء. فممكن تستخدم which. ممكن تستخدم ذات. هو حط لك ذات و ريح. organization معناها منظمة. charity organization منظمة خيرية. فايذا هي شيء. وشوب كمان. اه شيء. متجر. اذا كمان شيء. من جميع الجهات هي شيء. it usually sells the things that people donate. يقول لك. عادة يتم بيع الاشياء التي يتبرع بها الناس. يعني هذي المتجر يبيع شراط لناس. او يعطيها الناس. ايش. اللي يتبرعوا بيها. فبيبول. بني ادم او اشخاص. ناس متبرعين donate. ممكن تستخدم لها هو. ممكن تستخدم لها ذات. فايذا لو محل ذات فيه ايضا صحيح. charity shops are places where you can find clothes. عندي places اماكن. نقول لك المنتاجر الخيرية. اماكن يمكنك ايش العثور بها على ملابس. اه يعني الناس ايش. اتبرعوا بيها. فايذا places اماكن. مدام في عندي اشي اسم و مكان. فاحط وير دغري. دايركت. كلو ديس. that someone else doesn't want anymore. قول لك لناس هم الان مهم بحاجة لهذه الشغلات. فsomeone else تأتي محل which. او ايش. او ذات. اذا هو حط ذات. عشان ينهي الخلاف بين which وهو. وقال لك ذات تمشي خاص حط له. اذا صحيح. there are also so many charity shops which have sales or discount days for students. يقول لك. كمان في كثير ايش. اه. مجمعات. اية جمعيات خيرية اويعني منظمات. تسوي تخفضات. اخصم ايش. لمينة للطلاب. يعني يسو يعني يبيعوا هذو الشغلات لناس معينة. مثلا يقول لك بلش مثلا. اه الموسم الدراتي. يسوي تخفضات خاصة فقط للطلاب. فايذا عندي. اه حط لي which ممكن نحط ذات لكن هو حب يستخدم الان ويتش لعندي عندي شوبس ويتش هاف سيلز وقل لك يسوي تخفيضات دسكاونت في ايام معين للطلاب الطلاب هذي اخر اشي ما الي بيه انا فعندي الشي اللي هو دسكاونت والهاف سيلز فحطينا ويتش عندي كمان there are some people who like charity shops which are organized عندي منظمة حطيت ويتش منظمة شيء مش مكان شيء حطينا ويتش وعندي هان people حطه مباشرة عندي انسان حطه عندي شيء او شوبس كمان هان متجر احط ويتش بيقولك المتاجر الخيرية متاجر خيرية الان اصبحت مكان الان اصبحت مكان لان عندي متاجر خيرية يعني مكان ناس تروع عليه فايذا المتجر الخيري الان صار مكان او محطة بشر فصار ايش و ايش اسمه where مكان ايش اسمه where people who is clothes are donate feel very happy to help others طيب who is هاي هي الممكن تخربطوا بها اكثر اشي يقولك عندي people ليش ما حطيته مكتوب عندي بعد الwho clothes يقولك الناس اللي تبرعوا به هاي الملابس اه donate تبرعوا به ملابس هاي فيل يشعرونه very happy بسعادة جدا لمساعدتهم للاخرين لمساعدتهم للاخرين فايذا انا ودي املك انه مين هما للناس اللي يباعوا مين يشعروا بالسعادة في الفرهب مين هما اللي يشعروا بالسعادة اللي تبرعوا اللي تبرعوا فاللي تبرعوا هان هي ضمير وصل نستخدم له هوز هذا بشكل اه كامل للفقرة اللي معاكم الان عندنا سؤال الثاني وهو الجدي يعني طبعا امتحان مستحي يجيب لك ستال فقرة تصوي زيك يعني هاو يكون عملية انتحارية مش امتحان ما راح لا تخاف ما راح يجيك سؤال زيك ورا حتى بالتوجيهي راح يجيك سؤال اه اذا صعب صعب راح يجيك زيك اللي هو هادا اللي هو هادا 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 شو هادا يجيب لك يا زيك انه دور على الاجابة التابعة الها وحط الضمير الوصل او يجيب لك مثلا خنقول مثلا مع السبيل مثلا انه ايه اللي هي جملتها واحد جملتها مثلا ايه مثلا قاد قل لكم لسا ما قريت لانه فنقول لك سالم is going to participate in the spelling competition وبدل الفاصل يكون حاط لك نقطة وبعدها نقطة يكون حاط لك جملة الجملة تكون الا هي مخنح اسمي مثلا هي action show that she is always honest with her يكون حاط لك نقطة يقول لك الجملتين هذولة ايش ادمجهم مع بعض وصوي لي جملة صحيحة باستخدام ضوار الوصل هادا السؤال الصعب هادا السؤال الصعب جيب لك جملتين جم بعض وبناتهم نقطة شيل النقطة وحط ضمير وسط او زيك يكون جايب لك جملة وحاط لك فاصلة وحاط لك خيارات يعني ندودك الدور للاجابة ودور الدور التكملة ودور للاجابة فكر بالسؤال شوي وبعدين انظر للاجابات طيب الاجابات زي من موضح قدميكو حاط لكيها بكذا شكل الاولى يقول لك سالم is going to participate in the spelling competition which الاجابة ضمير الوصل والاجابة تبعته هي see my school is the organization next month طب ليش استعد انا نقول لك ليش قول لي عندي سالم عندي بني ادم ما الي بي هسه is going to participate in the spelling انا عندي جملة طويلة بعدين عندي فاصلة يقول لك سالم راح يروح يشارك منافسة او مسابقة الاملة راح مسابقة الاملة هذا هو الشيء اللي قبل ضمير الوصل ليش قلنا هذا يقول لك اللي راح تسويها تنظم مدرستنا راح تنظمها الشهر اللي جاي فاذن حطينا لاني قادة احكي عن مدرستنا اللي هي تكملة الجملة تكملة الجملة اللي هي اه my school is the organizing next month which لاني قادة احكي عن spelling competition لو منافسة او مسابقة هي الشيء مش مكان ولا بني ادم اه ولا قاعدة املك اشي لا اشي ثاني تمام فاذن اجابتها which اللي جاوب which جوابك صح 100% الثانية the women and the baby عندي اسمين بس والجواب راح يكون بي تكملة الجملة اللي هي we meet in the park are my aunt and cousin طبعا هو معقدك شوي لخلاك اوشي تدور على التكملة بعدين تحل هذا اشي يعني صعب يجيك بيمتي حاني راح يجيك ان شاء الله اشي اسهل راح يجيك الجملتين الجهازات وبيناتها النقطة زي ما قلنا وانت بحال النقطة تحط الضمي حطينا هو ان ليش لانو عندي women and the baby والطفل تقول لك the women and the baby who we meet in the park هؤلاء هم اللي احنا شفناهم بالحديقة مع عمتي وعيار عمتي هؤلاء عمي يقول لك هما اللي شفناهم يعني شفنا المرة هاي مع الطفل تبعه هما اللي شفناهم فهو توقع لكل جوابها هاي هاي اكيد لكل جوابها ان شاء الله وجواب صحيح من المية ثلاثة يقول لك salim visited the town عرار the poet was born نقول لك salim zara مدينة عرار الشاعر اللي يعني متوفي او شاعر المتوفى عرار مدين عندي visited visited معناها زيارة هوا عشو دو يزور دو زور يعني شيء وقت مثلا او دو يعني زيارة ليش للمكان الزيارة للمكان ومكتوب عندي ايش عرار the poet was born فان لي زيارة لشيء معين فان الشيء هاد راح يكون مكان انما جزور شغل لازم يكون في الها مكان بي يعني ما راح تكون بالهوى حتى لو بالهوى هاد مكان الهوى الان صار مكان فكلمة visited ziara هي حلة المعضلة او المشكلة بكلمة where ضمير وصل الها where اربعة مونة ترست هر بست فريند اه هوز اه اكشن شو ذات شهي او هونست واذهر يقول لك مونة اتفق بصديقتها المفضلة وهي دايما تحكي شغلات وكل الشغلات التي تحكيها دايما هي تصدقها لانها صديقتها هي تعتبر صديقتها هي من اصدق الناس معها فايشي تحكي لها هي تصدقوا هذا طبعا ايشي غلطي يعني واحد لازم لا يكذب الناس ولا يصدقوا مع كل اشي حاول تتاكد من ايشي ينقل لك فايذا الجواب هوز لاننا احنا ملكنا صديقتها لمونة مونة تحب صديقتها ليش لان هي دايما تصدقها بشوفوا ايشي ايشي اولويز اونست وذهر ايشي تحكي لها هي دايما صديقه فايذا هي ملكية هوز اذا هي ملكية هوز الجوابات عندنا اسهم وعندنا رموز للي يعني يفهم بالرموز يفهم ولي يفهم بالاسهم تمام هذا بالنسبة للسؤال الثاني وكتب لك ما تش وصل بانها وصلت لك وحطيت لك رموز للي عنده شوية عندنا الان كمان سؤال الثالي يقول لك اقرأ الفاقرة هذي او الحوارات هذي اعبيكوا بشكل سريع لكنه عن طريق قروبات بالصفة اذا طلب منك الاستاذ يعني تصوي قروبات بالصفة او المعلمة انت تكون محضر الاجابة وتتناقش بها مع زملائك ممكن انا حل يعني ممكن انا زل جلما لا يسوي ممكن انا زل بسؤال غلط عن طريق القروبات ممكن انتو تتحاول ممكن الناس يدقل بك ليش حطيه استاذ انا ودي حطه هو اصح جوابه صح يحطه احطه فاذا هسا نحلوكوا اياهن طيب الامثل بشكل سريع عشان الفيديو ما يكون طويل عليكو عنا الان النص صاغ زي ما قلنا بشكل قروبات راح يطلبكوا الاستاذ او طلبكوا معلمة بشكل قروبات انكو تحلو تشاركوا مع بعض بالاجابات عنا هان حطينا الجواب الاول ذات هنفقر طويلة شوي ذات is good questions most schools have rules رولز معناها قواعد او احكام ذات التي تم نقلها للطلاب سوف نقلها هكذا نقلها ذات هي الأفضل ذات هي الأفضل يعني حل الجدال ذات هي الأفضل ذات هي الأفضل الفقرة الثالثة المعلم يقول الطلاب اللي كانوا يلبسوا علموضة وعصرية كانوا لطلاب آخرين المعلم يقول الطلاب اللي كانوا يلبسوا علموضة كانت الواعي هذول ليشى الناس آخرين تم اعادت كويرها وتم بيعها عن طريق المتاجر الخيري زي ما حكينا فإذا أنا دملك الطلاب الأذر ستودنت بستودنت الحقيقيين الأذر ستودنت بستودنت بستودنت حقيقيين فإذا ملكية استخدم who's حصرا ولا أي إجابة ثانية who's هي الصح وما في غيرها إشي عندنا ثلاثة It is only fair that students who or that are from different backgrounds equal in the school فعندي the students students هم طلاب يعني بشر من بني آدميين فإذا نستخدم لها who أو that لكن الأصح هو ذات صحيحة لكن الأصح هو الرابع حطينا where لأنه قبلها school دغري بدون أي جدال قبلها school مكان حطينا where بدون أي جدال إلا إذا كان في دملك إشي لإشي أحطه زي ما صار معنا هان لكن عندي هان school هان أكيد ستودنت لو ما في تمليك أحطه لكن أقول لك إذا كان عندي school لكن نهاية الجملة دملك شغلة للسكول استخدم مهوز لكن عند سكول هان الحالة they study فإذا where المكان اللي كانوا يدرسوا بيه اللي كانوا يدرسوا بيه المدرسة اللي كانوا يدرسوا بيه ذي النظمي رعايد على الطلاب أخر فقرة ما نحطينا ذات ليش يقول لك yes I do having a school uniform also creates a sense of belonging أو belonging تعتمد على أو يعني يستبد منها ذات ليز تقود لتسكول pride students become proud of being part of their school ذات حلة الجدال بدلا استخدم which هي جوابها which ليش لأن عندي قيادة ويقود وتعود إلى فإذا هاي أشياء لكن أنا حس ذات أفضل which صحيح لكن ذات هي الأفضل طبعا السؤال الرابع هذا يقول لك أسئلة محطوطة عليها الذات هو لك أنت عبيها باللي خطر ببالك يعني أي شي ببالك تحب تكمل بيه السؤال هذا بنسبة للسؤال صباح 13 كامل هو أهم شي بيها تمرين الأول والثاني والتمرين الثالث الآن ننطلق على السؤال الخامج يقول لك Help Rashid find out who the new members of his football team are described each one in your notebook using relative pronouns based on the photograph يقول لك ساعد راشد بأنه يكون فريق كرة قدم يقول لك من خلال الصور اللي عندك أنت كون أربع جمل كون أربع جمل هم كونين الجمل الأولى The person who is studying in the library is Jaber عندك لك تعرف راشد على الموجودين تمام الزلمة اللي قاعد يقرأ بالمكتبة واسمه إيش جابر خلصنا من جابر خلصنا من جابر عندي سامي عندي سامي وعادل ومازل سامي زام شانت الضحر سأقول the person طبعا هذا الدرس موجود بالتوجيه حرفي the person who is carrying a backpack is سامي الفتاة أو الشخص اللي زام أو حامل كارينغ معناه يحمل a backpack اللي هي حقيبة الظهر is سامي يعني حكيت نفس the person who is تنقلها حرفي لكن تغير الصفة أو الفيرب عفوا هذا الزام هذا يقرح حطينا studying هذا الزام شانتة شو يعني زام اللي هي كارينغ زام شانت الضحر شانت الظهر اسمه is سامي حط is زائد سامي هيك هيك جوابك مئة بمئة الآن إذا كفهمت مني هسا حاول تكمل الباقية طيب عبين ما حاولت the person who is wearing a kofiya is عادل يقول لك عادل طبعا صور مغبشات لأنه الملف bdf عندي أنا توقع بالكتاب اوضح زامة لابس عراس وشماغ أو كوفية تقول لك the person نفس الشي who is wearing شو يعني يرتدي قلنا wearing أخذناها بالدرس wearing معناها يرتدي كوفية is عادل والشخص اللي يلابس شماغ أو كوفية اسمه عادل طبعا لو ما حطت بين القواس عادية آخر واحد عنا زامة ما حطل لابتوب زامة بيدو لابتوب تقول لك the person that طبعا ليش قال the person that مش هو ليش؟ لأنه عادي ذات هو نفس الشي و which نفس الشي فإذا إجابتك صحيحة هو على ذات وهي حركة جميلة أنه آخر واحدة حطل حل لك يعني كله حطل اللي قل له هو والثانية حطل لك ذات ليش؟ إنه هذا إشي عادي يعني لازم تتعود أنه ذات تحلم حل له the person that is carrying a laptop is mazen الشخص اللي أو ذلك الشخص الآن صار معناها ذلك الشخص الشخص اللي زام أو حامل carrying a laptop يعني يحمل لابتوب اسمه mazen هذا كل إشي يخص درس relative pronoun طبعا الشرح هذا هش حاول يحطوك أيها بالتعليقات كتعليق طويل مثبت لانى ما نقادر حط لكم ملفات أو صور بالروابط لانه يقول لي لازم تحققش تثبيتا للقناة والقناة مهم فرححطوك إياهن بالتعليقات إن شاء الله عشان للي حاب يكتب للتعليقات يكون أوضح ويقدر ينسخن وعنده طابع يعني آئيم كان وهش حاول أحطوك إياهن هذا كل ما يخص الريلتف بروناوز كل ما يخص الريلتف بروناوز بالضيء عند نقاعي ثاني هي الكمبارتف اي انت برالتف طبعا الفيديو توقع تحدى لمصف ساعة اربع عشرين دقيقات واحدين دقيقة فراح وقف على الفيديو هذا الهان الفيديو الثاني راح تلاقون ان شاء الله عن الكمبارتف انت برالتف وهو مقارنة والتفضيل راح اشرح اشرح زي هذا ان شاء الله بي دي اوف مرتب و بعدين راح ننطلق على الوحدة او نفس الوحدة الثانية لكن الدرس الثاني بقطعة و بحركات ثانية و قصة ثانية لهاو اليوم نخلص ان شاء الله الدرس ان شاء الله انكم تكون فهمين علي ان شاء الله تكون فهمتو اتمنى انك ما تبخل عينا بالاشتراك في القناة ولايك عشان الفيديو يعني يصل لناس اخرين يستفيدوا منو و شوكوا في امل الله السلام عليكم